بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بالنسبة للحصة الخامسة من دعم درس الزاوية القائمة المستقيمان الأحمر والأزرق متقاطعا كما تلاحظون مستقيمان متقاطعا أحدهما أحمر والآخر أزرق الآخر أيضا الوضعية متع المستقيمين هي التي استغيرت من شكل إلى آخر لنستعمل الكوس لأن أهم شيء في الكوس هو السفر والضلعان المحاديان لهذا السفر أضعها هنا إذن جهة يجب أن تكون جهة الأخرى بعيدة يعني الجانب إذن هذان المستقيمان لا يشكلان زاوية قائمة ننتقل إلى الشكل الثاني والمستقيمان الأخريان إذن أهم شيء هو السفر وضعناه على الرأس رأس للزاوية الجهتين محاديتان تماما لجانبي الكوس إذن هذان المستقيمان يشكلان أربع زاوية قائمة إذن لو أرسم الرمز مساعدة الزاوية قائمة عندنا أربع زاوية قائمة الآن ننتقل إلى الثامرين الموالي سابعا يسمى هذا الشكل طان جرام طان جرام أكتب أرقام الأشكال التي بها زاوية قائمة واحدة وكيف أعرف ذلك كيف أعرف أن هذه الأشكال واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستسبعة أشكال لها زاوية قائمة واحدة بطبيعة الحال باستعمال الكوس إذن سأجرب هذه الزاوية كما تلحين زاوية حادة هذه زاوية قائمة رمز الزاوية القائمة هنا الرأس واللي مهم الصيف كما تلاحظون زاوية حادة داخل الزاوية القائمة داخل جانبي الكوس هذه زاوية زاوية حادة رمز تحتمعي ونطلع الآخر داخل المثلس إذن زاوية حادة هذه زاوية قائمة سأرسم أولا زاوية قائمة ثم أستخرج الأشكال التي بها زاوية قائمة واحدة هنا هذا مضلع ربائي يسمى بمساوز أضلع لزاوية حادة هذه زاوية منفرجة كبر من الزاوية القائمة اللي عندنا هنا لزاوية لزاوية حادة زاوية القائمة تسكن معها الزاوية منفرجة بمساوز لزاوية 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 قائمة يمكن نقلب المثلت حتى نقض الرأس اللي في الصفر مع الرأس دي لزاوية قائمة شوفوا المثلت الأزرق المثلت عنده قصة دي الأضلع هنا لزاوية قائمة الرمز لزاوية القائمة لزاوية حادة تبع الداخل ثم آخيرا فهذا المثلت زاوية حادة شوفوا هنا لاحظوا معي الضل هنا زاوية حادة لأنه داخل المثلت رأس مع الرأس وأحد الأضلع مع الجانب المحايد ونشوفوا الجانب الآخر ونشوف الجخص يكون هنا هو الداخل إذن زاوية حادة تشوف هذه الزاوية الثالثة من المثلت عنده تكسى ديال الرأس وتكسى ديال الزاوية إذن لاحظوا معي الجانب زيان إذن هذه زاوية قائمة إذن الأشكال اللي فيها زاوية قائمة واحدة رقم واحد ديال غير واحدة رقم إثنان ثلاثة صفر زاوية ربعة كين زاوية واحدة قائمة إذن رقم ربعة خمسة لنربعة الزاوية القائمة ما غاديش نديروه محتاجين زاوية قائمة واحدة أقم ست فيه زاوية قائمة واحدة وسبعة فيه زاوية قائمة واحدة إذن الأشكال اللي فيها زاوية قائمة واحدة والشكل واحد اثنان اربعة ستة وسبعة بالنسبة لدعم الترس من تنظيم معالجة البيانات يبين الجدول درجة حرارة مدينة الدار بيضاء خلال أسبوع من شهر غشت ناخذ كم في الأسبوع من يوم فيه سبعة أيام يساوي سبعة سجوخ من شهر غشت ترفو غشت والشهر من شهور فصل الصيف تكون حرارة مرتفعة خلنا سبعة أيام من هذا الشهر وسجلنا درجة الحرارة في واحد غشت درجة الحرارة ثمانية وعشرون درجة في اثنان غشت واحد وثلاثون درجة في ثلاثة غشت سبعة وعشرون درجة في أربعة غشت أربعة وثلاثون درجة في خمسة غشت ثلاثون درجة في ستة غشت ستة وثلاثون درجة وفي سبعة غشت واحد وثلاثون درجة لدينا سبعة وعشرون وثمانية وعشرون هنا يعدنا العشرينات رقم العشرة هو اثنان ثم لدينا واحد وثلاثون أربعة وثلاثون ثلاثون ستة وثلاثون وواحد وثلاثون رقم العشرة هو ثلاثة ألف اليوم الذي كانت به أعلى درجة حرارة خلال هذا الأسبوع هو اليوم سنبحث عن اسم اليوم اليوم ودرجة الحرارة نعدم 28 و 31 31 أكبر 31 و 27 31 أكبر 34 و 31 34 أكبر 34 و 34 أكبر 34 و 36 36 أكبر 36 و 31 30 هي أكبر هذه الأدات إذن اليوم الذي كانت به أعلى درجة حرارة خلال هذا الأسبوع هو اليوم هنا واليوم اليوم مقابل 36 و 6 غشت 6 غشت ثم اليوم الذي كانت به أقل درجة حرارة خلال هذا الأسبوع هو إذن كما سبقت الإشارة عندنا 13 و 10 و 10 نقلبه على 10 إذن عندنا 3 3 3 3 3 3 10 3 10 إذن قد نخده 28 و 27 إذن من الأقل؟ 27 و 28 الأقل هو الذي يأتي قبل الآخر هل نقول 28 ثم 27 أم نقول 27 و 28 الجواب الثاني نقول 26 و 27 و 28 28 و 29 إذن 27 أقل من 28 اليوم الذي كانت بأقل درجة الحرارة إذن ما الذي يقبل 27 و 23 غشت رقم غشت في ترتيب الشهور هو رقم 8 يريد سامير أن يخرج في نسهة يوم 6 غشت ها و 6 غشت أعلى درجة الحرارة بماذا تنصحه؟ أحيط الجواب الصحيح أحيط ندور أحيط الجواب الصحيح بلباس ثقيل هل يلبس لمعطاف و يضع الطربوش إلى غير ذلك؟ إذن لا الجو حار الجو حار هل أنصحه بلباس خفيف درجة الحرارة مرتفعة على درجة الحرارة؟ نعم شكرا شكرا